مسؤول منتخب مصر أكدوا أنه ما فيه صحة تماماً تماماً لما تردد عن سوق الإقامة في مدينة سان بيدرو في كودفور المدينة اللي راح منتخبنا الوقت عشان يلعب مباراة الكونغو قالوا في المنتخب يعني قالوا لنا أنه المنتخب بيسكن أو بيقيم في مساكن إيواء خصصها الكاف أو عفواً ده الكلام الغلط أنه هم عاديين في مساكن إيواء خصصها الكاف للمنتخبات المنتخب نفق كلام دوت أنه ما فيه حمش عاديين في مساكن إيواء هم عاديين في مين بقى؟ عاديين في فيلل فيلل يعني في سان بيدرو المنتخبات اللي بتقعد هناك بتقعد في فيلل عبارة عن ممنى كده كل ممنى فيهم أربع غرف يعني أنت هتبقى قاعد مثلاً في مكان كده في مثلاً عشر أنت هتاخد كمنتخب مصر مثلاً عشر فيلات منهم تمام؟ فتاخد كل فيل من دول ممنى يبقى فيه أربع غرف مش عاديين مع بعض في نفس الأوتيل يعني بس كما بعض يعني لازم في بعض يعني زي المنتجعات كده اللي بتشوفها في الأماكن السياحية في مصر يعني فما فيش بقى كصة مساكن إيواء دي خالص مش موجودة ده كلام مش حقيقي وده لنفاهم منتخبنا الوطني دي حكاية مهم يبقوا مرتاحين إن شاء الله عشان الأمور تبقى كويسة